يعد تحالف بريكس أحد أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية التي تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو والتأثير مما جعله منافسا محتملا لمجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم حيث يسعى البريكس إلى تعزيز الاستقلال المالي عن المؤسسات الغربية من خلال البنك الجديد للتنمية الذي يدعم تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية في الدول النامية بعيدا عن شروط المؤسسات الغربية وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها بعض دول بريكس مثل التوترات الجيوسياسية بين الصين والهند أو الاختلافات في مستوى النمو الاقتصادي إلا أن هذا التحالف يتمتع بمرونة كبيرة حيث تعمل الدول الأعضاء على تطوير تعاونها في مجالات عدة بدءا من التجارة والتكنولوجيا وصولا إلى الأمن الغذائي والتغير المناخي وشهد التجمع تطورا مهما بانضمام مصر للتجمع حيث يعد انضمام مصر تحولا مهما لها نحو تعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية خاصة أنها تتمتع بموقع جغرافيا استراتيجيا بين أسيا وإفريقيا مما يجعلها بوابة مهمة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب ويعزز انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الهام أيضا من الاستثمارات الأجنبية في البلاد خاصة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وزيادة قدرتها التنافسية على مستوى عالمي فمن خلال التنصيق الاقتصادية والسياسي والتوسع في المشاريع التنموية والتجارية يمكن أن يشكل تحالف البريكس قوة دافعة في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي نحو تعددية أكبر في القوى الاقتصادية ومع ذلك فإن نجاح التحالف في تحقيق هذه الطموحات يعتمد إلى حد كبير على قدراته في التغلب على التحديات المتزايدة وتوحيد جهوده في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة